لو أستاذ جيمي بما يرضي الله قول لي الأهلي المفهود ياخد باله من إيه بكرة عشان نضمن إن المباراة رايحة لسكة كويسة إن شاء الله خمس ممنوعات خمس ممنوعات ممنوع الأهلي يعملون بكرة تقل لي يعرف التدخل كده ده أقل لحاجة خمس ممنوعات الأهلي يعلمش بكرة بأي شكل من الأشكال خلينا نشرح يعني شغل حالاته أنا بكلم مش مش أشرح الحالاته أنا شغل حالات ريال مدريدي الهجومية رقم واحد إنه ممنوع إن يتساب المساحة لفينيسي الجونيور بأي شكل من الأشكال طول الوقت الأهلي كان بيعمل حاجة حلوة قوي هو بيلعب أوكلند الفريق الصغير لما الأهلي كان قافل وعايز يبتلي كاونتر كان بيلعب بستة بيدخل هاني ومعلول جوه وبيرجع الجناحين يلعبوا فبيلعب بستة اعمل نفس الشكل لكن لازم الجناح والباك يبقوا أفرلابينج على بعض مموش جنب بعض علشان طول الوقت أبقى أنا مرحل مش بلعبة واحدة فينيسي سيعدي أو بلعبة واحدة الجلحة طول الوقت ما تسيبلوش مساحة ما تسيبلوش مساحة إزاي إلعب كومباكت جيم إلعب ماتش بلغة الكورة غلس داية المساحات وخلي دايماً في باككب في لعب واثنين في كل جبهة اعمل الجبهات اللي أنت بتعملها فواحد اوعى تسيب مساحة فينيسي جونيور خاصة في الكاونتر يعني ما تطلعش وتندفع حتى لو الأهل استقبل هدف وعايز يرجع في النتيجة ما تطلعش وتندفع وتسيب مساحات لأنك هتعاقب فوراً لو سيبت مساحات خاصة في الجبهة اليسر ريال المدريد الجبهة اليومنا للنادي الأهل اللي فيها محمد هاني اتنين اوعى تسيب أليو ديانج الوحده زي الخطأ الوحيد الفني الذي لم يعالج كلياً من مارس الكولر من بداية الموس عولج لكن مش بشكل كامل اوعى تستلعب 4-1-4-1 العب 4-3-3 زي ما انت لكن اقلب الثلاثة بتوعوسط الملعب بدل ما انت بتلعب بمسلس مقلوب خليه مسلس معدول يعني ايه بدل ما بتلعب برأس المسلس أليو ديانج قدام الرباع الدفاعي خلي عمر السولية يبقى جنب أليو ديانج واعتمد على الانطلاقات بتاعت حمدي بالتبادل مع عمر يبقى في واحد أو بيديانج لازم في واحد واقف مع أليو ديانج طول الوقت طيب النقطة دي لو عملتها هتوديك للممنوع التالت ألا وهو اوعى تسيب سبيس لا في ساكند بول لا في كرة تانية ولا في أوبن بلاي ولا في اي انطلاقات للريال مدريد تدي له مساحة للتصويبات عنده اللعيبة كلام بها الخط الأمامي وخط الوسط مصاببين جايدين جدا بكلم على كروس لوكا مودريتش أسينسيو فينيسيوس فالفيردي وحتى ردريجو بيشوت مسافات أقرب شوية لكن كلهم مصاببين جايدين فانت لازم اللاربعة كله كله وروديجر كان بيجوان مع تشيلسي فانت اوعى اوعى اللي احنا قلناها النقطة بتاع انك هتقلب الاتنين واتنين جنب بعض تلعب بـ بـ باتنين اللعيبة مركز ستة انت بتلعب باتنين اللعيبة مركز ثمانية دي نقطة دي هتخليك تمتنع عن الاتنين انك ما تشيبش لا تسيب سبيس ما بين الخطوط ولا تدي المساحة للساكند بول النقطة الرابعة والنقطة المهمة جدا جدا اوعى تنزل تحت لوبلوك اوعى اللعيبة مع الخوف ورهبة المباراة وبلاعب ريال مدريد تروح نازل بالفرقة تلعب في تلاتين خمسة وتلاتين متر اه هدهيق بس هتستقبل هتستقبل لان الفرقة اللي بتلعب لوبلوك طول الوقت اه بترهق الفرقة اللي قدامها لكن هتخليك انك هتغلط لانك قربت المنافس بتاعك وانت بتتكلم على منافس اسمه ريال مدريد عنده بدل السلاح خمسة في الخط الامامي فاوعى انك تنزل لبلوك ميت بلوك ميل على دائرة السنتر زي ما بتلعب بس قلنا بالدابل بيبوت دي النقطة رقم اربعة النقطة الخمسة والنقطة المهمة جدا 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 لانها تخص جزء الهجوم للنادي الاهلي اوعاك تضيع فرصة بكرة قدام ريال مدريد لانه دي نقطة الضعف الكبرى عند النادي الاهلي لانه مش عايزة روح لارقام تحبط الناس لكن الارقام فيما يخص تحويل على الفرص الخطرة اللي بيتم صناعتها من خلال السيستم اللي خلقه مرس الكولر ارقام سيئة جدا جدا انا رايح لانه مش هنلعب لبشريف ورق بهربة ده الدرائي فلو انا رحت لتاو والحسين لعبدالقادر وهنا هقف عند عبدالقادر عشان نقطة القصة بتاعة اضاعة الفرص الخطرة مش مرتبطة بس النار بضيع قدام الجون هي مرتبطة بالقرار والصناعة في ناس كتير وانت منهم يا كريم على ما اظل لا تفضل ان احمد عبدالقادر يبدأ بكرة انا افضل جدا ان احمد عبدالقادر يبدأ بكرة افضل جدا ان حسين الشاحات يبدأ بكرة ليه؟ احنا بنتكلم هنلعب دابل بيفوت ففيه ستة هيبقى مهامهم معظمها دفاعية بنتكلم ان محمد هني ما اعملش الزيادة عشان الاسبيس بتاعت فينيسوس فانت بتتكلم على انك فقطت الجناح اليمين نوعا اللي جابها اليمين شوية من ناحية الهجومية وحطيت اتنين بدل ما بتلعب بضابل ايت اقرب للمرمى بتاع المنافس رجعتهم ورا فكمان هلعب طاهر اللي هو مميز جدا في الواجبات التكتيكية لكن على الصعيد الهجومي والترانزيشن الجودة اقل شوية من حسين وعبدالقادر فانا محتاج اتنين يعرفوا يقفوا على الكرة يسحبوا لي الفرق انا طول الوقت هبقى تحت فانا عايز اتنين يعرفوا يقفوا على الكرة يعرفوا يسحبوني من خلال انه يدوس على الكرة عشرة متر او من خلال ان هو يقف يويت لي ثانية او اتنين يطلع على الفرق الفرق